بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم طلابنا العزاك ايف حالكم ان شاء الله دائما بخير درسنا لهذا اليوم هو عن منهج اللغة الإنجليزية للصفة الأول متوسط شرح وحل يونت 8 اليونت الثامن من الكتاب اليونت الأخير كورس الثاني الدرس الخامس لسن 5 من الصفحات الكتاب والكراسة من الكتاب الملون والكراسة رح ناخد اليوم من الكتاب الملون رح تكون الصفحات اللي داخلة بالملون فقط 63 اللي هي 63 ومن الكراسة رح يكون داخل الصفحات 103 و 104 بالكراسة والتزيلات 49 و 50 شكرا الله ثم شكرا لكم لدعمكم وتشجيعكم ودعواتكم طيبة وتعليقاتكم الحلوة وحفزة وشجعة شاركوا لكي تعمل فائدة ويستفد الجميع زكاة العلم نشره والدال على الخير كفاعله ذني التمارين رح ناخذهن المهمات اللي هنه بالكراسة ذني هنه وحالهن بالمنزمة بس هنه رح هنا اشرحهن وبراحتي بالكتاب بالكراسة بالحاسبة شكر خاصة لابطالنا وطلابنا الاعزاء اللي هما دائما يكونون ان شاء الله ناجحون وائل ابطال الانجليزية مع وائل رفع تواسنه وفخر الانجليزية مع وائل درجاتهم وتفوقهم ونجاحهم ان شاء الله دائما تبقون على هذا تمييزكم استاذ وائل لديكم لا خوف عليكم يا ابطالي انتو نعمة الطلاب وحقا مجتهدون تابعونا كل يوم ان شاء الله ساعة ثمانية مساء نشر لكم محاضرة انجليزية وانتوسط رح نخرص ان شاء الله اخر الفيديوهات وينتهي المنهج ما أطيكم وعد اذا الله وفقنا بالاستمرار او نكتفل هذا المقدار شوفوا التوفيق من الله ودعواتكم وتجيعكم و اللي يريد الملزمة يتواصلوا يدار الاعرجي ما لازم نمرشد هاي القامهم ويريد خدمة توصيل توصيل لحد باب البيت اكو يعني ما يقدر يطلع يروح يجي مكتبات يقول مثلا ماكو يومهم فهاي خدمة توصيل وين ما تكون انت بغداد لو محافظات يجوك اوكي خدمة خاصة سواء وبس توصيل وهاي صفحاتنا عبر مواقع توصيل الاجتماعي اشتركوا بيهن وفعلوا اشعاراتن على مدى يوصلكم كل جديد لانه وصلنا لنهاية المنهج راح ننهي كل شي و يعني بعد احتمال استمر بمنهج جديد او احتمال نتوقف بس بالنسبة كاسئلات كملاحظات هاي ان شاء الله استمر عليها بس كمنهج جديد ومرحل جديد او شرح جديد الله اعلم ف ما عطيكم وعد على مو بعدين تقولون مثلا وعدنا وعافنا ما عطي وعد الحد لان هاني كيفي وبراحتي وباللي اقدر عليه اسئلة اللي يقدر وشكرا اللي يدزلنا اللي يقدر بعد خليه دزلنا اسئلة نماذج اسئلة مان امتحانات امتحان تمتحنا مان انجليزي اي امتحان يومي شهري فصلي نصف سنة نهاية سنة انه هاي تكورس اول نهاية تكورس ثاني وورا ما يخلص امتحان دزلنا الصورة او اذا استاذ فد دزلنا ملف يكون بعد افضل اي مرحلة متوفرة بتدأ اي متوفرة اعدادية اي صف في جبيدك اول ثاني ثالث رابع خامس سادس دزلنا على صفحتنا الانجليزية مع والانجليش وذوائل او على حساب الشخص اللي وهو الحيدر على الفيسبوك وجزاكم الله خير جزاء المحسنين شكرا تعاونكم ونرجو ارسال مزيد من الاسئلة تحياتي للجميع تحياتي لكم جميعا هوي طلاب يعني دزلنا ونشكرهم واولياء امور ايضا يونت 8 قلنا لسن 5 يونت الثامن والدرس الخامس الكراسة رح بالكتاب رح يكون صفحة 63 و بالكراسة 103 و 104 تزيلات 49 و 50 نبدأ بسم الله يقول لك keep listening keep listening يعني استمر بالاستماع استمر بالاستماع بتركيز اللي هي pay attention يعني ركز pay attention دائما المعلم بالمدرسة يقول لك keep listening اللي هي حافظ على الاستماع متك حافظ على اصغائك أو pay attention انتبه ركز هنا مثلا الاستاذ قل قل لأحمد قل keep listening pay attention you're not listening to me أحمد أنت لا تستمع إلي يا أحمد 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 قال yes I am نعم أنا استمع sir yes I am sir نعم أنا استمع يا استاذ what did you say زين زين أنت تشقلت لأ شن تقول لأ يستمع وشن تقول لأ أنت تشقلت إذن يعني أنت ما مستمع ماذا تركز هو أنت تفكير وأن تركيز بالفوتبول داي يتذكر اليوم عندهم لعبة العصير ورح نلعب فريقين ونروح بالخماسي ونروح مدرج داي يفكر بهاية وناس الدنيا كلها بحيث الأستاذ يشرح وهو ولا يام ثال يقول يا أبا ما داع أفتهم بالمدرسة أردال خصوصي زين أنت ليش ما ركزت كان لا تحتاج شي شي ولا شي ركز وانتبه أكو طلاب ميات يجبون ميات هو بس على تدريس المدرسة لأنه يركز وقت الدرس يقف كل شي وركز بدرسه من يرجع البيت يكمل الواجبات للطهية وراها يلا يروح يلعب يروح يتونس أو أكو حتى يقضيها واجبات ويكمل كل شي خلي مثلا بالأسبوع مثلا بس يوم الخميس والجمعة مثلا أو بس الخميس يخلي استراح وباقي الأيام يقعد يحضر ويرتب ويهيئ أموره واجباته على مود لا يحتاج لا خصوصي لا ملزم حتى ملزمك ما يحتاج ونتدري وما تدري يقضيها بس على المدرسة وعلى الكتاب وعلى الكراسة ومستوي دفتر طبعا ويهي الأستاذ دفتر مال مدرسة شي كتب الأستاذ يلتزم بيهم وشي يحل لهم بالمدرسة يلتزم بيهم ويجيبون درجات تفوق ميات مين جاب قابل عقلة يختلف عن عقلك بس هو حريص الحرص الفرق بس انه هو حريص ولا بالعقل كلكم نفس الشي بس الفرق انه هذا حريص ويهتم ويواضب وفرق واحد تلقاه بس يدي العب ها شوكتي يدق الجرس بس يدي يطلع ركض للساحة وشوكتي تخلص دواما ويسا يروح ركض للبيت ومو حبما ببيت لا حتى لو دي يلزم باير لو دي يلعب بالطوبة لو دي يسول فيه أصدقائه لو ما ندري شنو بس حتى يضيع وقت المهم فس يقولك listening tip one ملاحظات نصائح للأصغاء الجيد listening can be hard work الأصغاء الاستماع من الممكن ان يكون عمل صعب بالنسبة للي بعد ما يعرف كل شي بالانجليزي في يعتبر صعب ليش لان تقوم تستمع للشخص وكيش ما تفتهم من عنده فتواجه صعوبة لحد ما تضوج وتمل you have to do it yourself انت عليك ان تقوم بهذه المهارة لوحدك بنفسك تدرب نفسك بنفسك nobody else can do it for you ولا واحد بإمكان ولا لا أحد آخر بإمكان هون يعملها من أجلك ما كواحد يقدر يشغل لك إذنك انت لازم تشغلها انت تقعد تستمع خصوصا ذني التمارين listening والتسديلات اللي حطيها بالمنهج كلش حلوة مفيدة تقدروا انتوا تنزلوها بالموبايل تنزلوها بحاسبة تنزلوها عدكم وتستمعوا لها listening لصغاء لهم للمتحدث native ما اللغة المتحدث لصلي يكون أفضل لما تستمع لأي أحد آخر وتعيد وتزيد لحد ما أذنك تتحود على طريقة تلفظهم وإنت تقوم وتتردد وراهم رح تصير فتشي هل أنت بعض الأوقات بعض الأحيان تتوقف عن الأصغاء تتوقف عن السماع بحيث يعني الأستاذ مثلا يحجي أو يشغل لك المحادثة أو أساس يشغلون بالمدارس بالمسجل يشغلون ويخلون الطلاب تفتهم كل شي وتظل تستمع وتستمر بالاستماع لو لا شوية وتشوف نفسك ما فتهمت وتالي تسول اف لو تفكر بغير شي لو تظلم تستمع وتظلم انتبه هل أنت بعض الأوقات تفكر بعض الأحيان تفكر بعض الأشياء أخرى مثل هذة تيفكر بالطابة وينسى الدرس ما أصلا ماذا تتوقع أن تسمع ماذا أنت تتوقع أن تسمع ماذا تتوقع من واحد يسول لك تتوقع من عند تسمع من عند expect تتوقع أن تسمع هل يوجد أي دلائل أو مفاتيح تنوه لك وتوصل لك للحل وتفيد إذا أنت لم تفهم أي كلمة أو فاتك شيء ما لا تتوقف عن الأصغاء والإنتباه ربما أنها ليست مشكلة لا تتوقف ربما أنها ليست مشكلة ربما سوف لن تكون مشكلة من المحتمل أن أنت سوف يكون بإمكانك أن تخمن الكلمة دائما نوات من سياق المتحدث سياق الكلام ومن شكلته ونبرط صوته وحركات أو إيمات رح تقدر تفتهم نص الحجي أو أكثر من نص حتى لو ما مفتهم المعاني خب إذا قمت تعرف معاني حتكون فاهم 100% فانتبه عليه واستمع له لا رأسا هاتمل وتعوف أهم شي تركز هذه النصيحة piece of advice ذن يتلف نصائح اهتم به نو concentrate ركز على اللي يتحدث predict وتنبأ مثلا داي أشر وداي سوي فتنبأ مثلا هذا من إيش دايسوي مثلا أو إيش دايسوي يعني دايريد قلاص ما مثلا يعني فالإشارة don't stop listening if you hear a word you don't understand لا تتوقف عن استماع إذا استماعت الكلمة أنت ما تفهم معناها أوكي حافظ واهتم وانتبه وحاول تلتقط من عنده ولو كم كلمة اللي تفيدك الحد ما تسيطر على الموضوع اللي هو دايح شي به زين البعض هشي يقول لك يقول لك على الراديو على الراديو رح نشغلك تستمع بعض الناس يتحدثون عن عالمنا هذه الأيام عن العالم ما لتنا نعيش بهذا اليوم بهذا الأيام هم يتحدثون عن المواضيع في هذه الصور بهاي الصور أكو أربع مواضيع أربع صور يعني أربع مواضيع رح يسولفون بيها ماذا أنت تعتقد هم سوف يتحدثون عن طعام مو صحيح الحفوض هاي سيارة فأكيد على الكارز السيارات هاي التيفي وأب وبنت صغيرة الطفلة فأكيد على التيفي والتلفزين وهي وهي أخصون دا تقول لها أبي أنا كنت أشاهد هذا البرنامج دا تفرج على هذا الشي هذولي مثلا نجده يحكون قال له هل تسمح لي يا أبي أن أحصل على الهاتف أنه قال تضطيني موبايل دا تضطيني موبايل بيها مجرد تضطيني موبايل إذن هاي رح يحكون عن موبايلات هاي يحكون على التلفزيونات هاي رح يحكون على السيارات هذا على الطعام مصحح خلنا استمع لهم ونشوف وراه يقول لك خلنا استمع لهم صحيح وراه يحكون على الهاتف وراه يحكون على الهاتف وراه يحكون على الهاتف بعض الناس يتحدثون عن عالمنا لذا اليوم بعض الناس يتحدثون عن عالمنا لذا اليوم اللي دا نعيش بي استمع لهم استمع لهم كم سبيكار اوكو ثلاث سبيكارات ثلاث متحدثين اكثر شي سبيكار وان وثو دا يسولفون اكثر شي اذا اعتقد اننا جدا محظوظين لكوننا نعيش في القرن في القرن الحادي والعشرين القرن واحد وعشرين think of all the things think فكروا of all the things في جميع الاشياء we have اللي احنا نمتلكها that our parents التي والدينا and the grand parents واجدادنا didn't have لم يملكوها ابدا يقول احنا شقد محظوظين شقد عدنا حظ lucky لان احنا عايشين بالقرن الواحد وعشرين اللي بيه اشياء اهلنا اباءنا اجدادنا ما قدروا ينتلكوها ابدا they didn't have we can buy food from all over the world نحن يمكننا ان نشتري الطعام من من جميع انحاء العالم من اي مكان بالعالم for example هذا ابسط مثال اذا هم اول شي كانوا بدي يسولفون على الفود لان هاي المحادثة شوي يركز عايها لان هواي بها اشياء حتى نختصر الوقت راح تاليها بعدين كل هنا حلهم هي مرة واحدة راح ننشغلها ونسمعها على مد ما نطول لان هو يريد عدة مرات مرة اسمعتوها ها شو اكتشفتوا انهم يريديت مثلا شو اكتشفتوا عن شن دايحشون لازم تقولون ها اكتشفنا انه اول شي بدي يسولفون على الفود وثاني شي بدي يسولفون الترانسبورت اللي هي الكارز سيارات وسائل النقل وعال تيفي وعلى الموبايل فون بعدين يا ابهو شنو الجيد وشنو السيئة بيهن وصلبياتن ونجابياتن 100000 مرات 접عتنا اسمعناها ونرجع قاطعها وانتاسمعها ونرجع قاطع Bryce 100000 مرات فهي راح نختصار هي مرة واحدة نسمعها مرة واحدة بالمدرسة احتمال هيتش الاشتادوناتكم سيسمعكم عنها عدد مرات وكل شو يسألكم شي ولازم أنتو تذكرون فحن اختصار ان الوقت فنسجن ولاحظتها مرة واحدة ونسولف بها مرة واحدة ونخلص لنضع عليه تحتي يمكن ساعتين ما يخلص الدرس زيان يقول لك سبيكر نمبر 2 هذا الرجال اللي هو متشائم كل ما يحاجوا يقعد يطلعهم فد مشكلة بهذا الشي اللي يسولفون به اذا تقول لي احنا عندنا حاض صار الاكل متوفر وشو تريد اشكال الوان اكلات واشكال الوان اطعام وتقدر تجيبها من اي مكان خوبص المطاعم كلها كلها عندها خدمة توصيل اي ما طعم تريد تساكل من عنده ادى خدمة توصيل ويطلعك رقمهم وهم توصيل مجاني اهل المطاعم صار اي شي شي عجبك تخابر اقول لي عسى ما لفت فلافل يجيبوا الكياه للبيت ويجون هيت شي صارت وحياتنا هسا احسن من قبل قبل وين ذاك من ذاك اللي يفتح مطعم منطقة الا راقية ولا هيتش سلاه بكل مكان فقعت له هسا حياتنا احسن وهم حتى من غير بلدان هم تقدر تتفقوا مطعم فد بلد وخدمة توصيل هل هو يتواصل ويفد خدمة وكذا ويوصلوا لك يعني السيحة احلى هو شي يقولها يقولها ولكن هذي الايام بعض الطعام اللي احنا نحصل عليه اه هو ليس جيد وليس مناسب لنا بعض الطعام اللي ادى نحصل عليه يكون مو كلش جيد يعني مثليش مثل الطعام اللي هو اللحم ده يقصد ايه اتوقفت ايه اختصار ما لأيه ورافع المقتصريف الثالث البيض تكرر لانه انتهي بحرف صحيح قبل على واحد طرفنا لايدي ايه اتوقفت عن تناول اكل اللحم على سبيل المثال ايه اتوقف انا لا اعتقد انه امن يقول تناول اللحم اني بطلته تركته يابا ليش تركت تتاكل اللحم اااا يقول اعتقد انه اه ا اrift لا اعتقد انه انا اختصار исلاة يلعنة يعني يقول خاف الذبح حلال له حرام خاف مذابعين على الطريقة الإسلامية على الشريعة الإسلامية أو خاف مثلا حطي لهن سم كاتليهن أو خاف مثلا موكليهن أنواع يعني أعلاف وبروتينات وشغلات مو صحية بس حتى يسمنوها أكوهيجي يعني أكوهيجي سمون بس حتى يسمنوها بسرعة وتصير بها لحم هواية بس هي مو صحي يقول هواية شيء أخاف لو أروح أشتري من قصاب قدامنا ونعرفه وهي شيء لو ما أكل لو يجيبون لحم هندية لو يجيبون مدرجينه شغلات ونوبات هو مو لحم يعني لحم مثلا تريد لحم غنم لحم هاي هما يحطون لك غير أشكال لحم ويبيعوا لكها فيقول لانكم تخاف من هاي السالفة وتطلع بها أمراض وتطلع بها شغلات يقول فتركت أصلا لحم تركته هاي قلت له نعم صدق هذا الشيء حقيقي هاي السبيكر 3 هاي صدق هذا الشيء حقيقي احنا شفنا بعين اذا تبحث في انترنت راح شوفوا الشيء نحن لا نأكل بيت نحن ما نأكل اللحم البقر أصلا نحن ما نأكله حاليا نحن ما نأكله و أطفالي الجهال ما نتنخوب شبيهم لأنهم أحبون برغر ما عن ترحل؟ شنو رأيكم عن وسائل النقل؟ ترانس بورت ترانس بورت وسائل النقل قلت لهم هادي الأيام نحن يمكننا أن نترحل نحن نسافر أو نجاح أو نجاح أو نجاح قلت لهم نحن يمكننا أن نترحل أو نترحل أو نتجول أو نرحل يعني نسافر نرحل و نتجول في جميع أنحاء بلدنا بكل محافظات أو كل مناطق البلد مالتنا باستخدام شنو بالسيارات بالكارز بدلا عن بدلا عن شنو بدلا عن شنو بدلا ما نتمشي مثل قبل أو نرحل أو نركب على الجمال أو الأحصنة أو الأحصنة صار تسهل علينا نركب سيارة و نختصر كل طرقنا و مشاورنا و روحتنا و جهتنا بدلا ما نتمشي لو نصعد لنا جمل لو نصعد لنا أحصن الحياة صار تسهل و سيارة أسرع و أروح و نستطيع أن نرحل و نسافر إلى أي مكان في العالم وين ما يعجبك تقدر هسه تسافر كويكلي هماتين بسرعة و بسهولة بشنو بيعوصي له باي بلين بالطيارات وسائل النقل بالطيارة هسه بدقائق كلها يعني أبعد بلد أبعد بلد بساعات و يوصل لك بينما هما قبل أيام يمشون و لو يوصلون لو ما يوصلون و ما شقة الطريق و كذا فتقول 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 بينما والدايا أمي و أبويا أبداً ما طالعين خارج العراق أبا أنا و أجدادنا خارج العراق ما طالعين محافظات لو وصلين محافظة محافظين لو ما وصلين احنا هسا قمنا نطلع و نطوب و نروح و نجي هذا سبيكر 2 هذا الرجال اللي هو بسمة شام يش يقوله يقول نعم صدوق السيارات كلش حلوة لكن انظري إلى جميع الحوادث اللي احنا قمنا نصادفها و تصير بحياتنا زي ندري يعني شون نبطل بشرفك نبطل منصعة سيارات هي غير وسيلة تنقل حلوة وسريعة و مرتبة و زينة هو يقول هي زينة بس يقول ها ماكو حوادث تصير على قبل كانت العالم بس تمشو بس هاي ماكو حوادث بس مو بس مو يعني مو هاي وسية نقل مرتبة المهم يقول اكو حوادث تصير اكسدنس سبيكر 3 هاي لبنية اللي هي داما تأيدة هوا يشام هاي تأيدة بالتشام بتقول لا انت كارز ميك اوس ليزي والسيارات تجعل من عندنا كسولين اعتبار ليش كسولين لانه نوبادي وونتس تو ووك ولا واحد يريد يتمشي الى اي مكان في هذي الايام كلها قامت تدور تصعد سيارة لو كلش كلش مسافة صغيرة هماتين قاموا الناس تصعدها توك توك تصعدها ستوتة ووصلني منها هنا عسمها بربع بخمسمية بس مهم يصعد وسيلة نقل ويتعجز يمشي لخطوتين هي ها يمشي خطأ هو صدق يعني هي رياضة وصحة جسمك لازم تتمشي حتى مو كلش كلش تقضيها بس بس توصيلات بس تكسي لو تك توك لو بسيارة سيارتكم الخاصة وهي شي يعني هم لازم تحرق جسمك مثلا تطلع تريد تجيب لك صمون او تريد تجيب لك فتشي منه بالاسواق حتى هاي تصعد لها السيارة تمشي المهم فالوراها رجعت تفتح موضوع جديد بس عرفنا موضوع ثاني حتشو على الكارز السيارات الترانسبورت وسائل النقل السبيكر 1 هاي اللي كل شوي تفتحنا موضوع حلو ومفيد وذولي يجون يضوجوها ويقوها لا لا بيهيش سلبيات هاي كلها تحشي إيجابيات وذولي كلها يدورون سلبيات ايش قيتهم قيتهم حسنا حسنا يجر عندك أخطاء ليش؟ لأنه صارت معلومات متوفرة بكل مكان هسته تقدر تفتح الانترنت على اليوتيوب شو تريد تبحث مو بس تقرأ دروسي و تتابع نيريا تقدر يعني تتابع أساتذ آخرين أصلا ومواد أخرى مو بس يعني انجليزي عدة أساتذ آخر مواد أخرى مواد أخرى هماتين داي شرحوها ومشكورين وحلو مواد أخرى تقدر تتابعها وتسمعها مو بس دروس حتى مواد بالحياة مواد بالألعاب حتى بالألعاب يعلم اللاعبين شون يلعبون شون يفوزون باقي المثلا أشياء حتى ما بناء مرة طلعت على البناء شون يبنون وشون يسوون فتشغلات حلوة كل شي صار بيها تعلم على الحاسبات بس فوتو ابحث كل شي تريد معلومات بس اكتبها ابحث عنها بالجوجل باليوتيوب ورساني يطلع لك المهم فقعت لي على التلفزيون داي نشرونا معلومات وعلى الانترنت فالمعلومات صارت الانفورميشن كلش متوفرة وانت ماكو داعي انت ما مواجب انه تطلع خارج المنزل ماتك ماكو داعي انت لايجب عليك انت لايجب عليك مواجب خارج منزلك الخاص ماكو داعي تطلع من بيتكم وتدور على المعلومات ايا بيتكم انت وقعدوا التنايم بفراشة وتدورها وتطلعها المعلومات وتتعلم كلشي اعتقد انه جيد جدا انا اعتقد ان هذا شي رائع فانتاستيك وانه جيد جدا وانه شي جيد جدا او انه شي جدا جيد للاطفال انا اعتقد ان هذا شي كلش جيد الجهل للاطفال المتعلمين they can learn so much هم بيمكانهم ان يتعلموا كثير كثير جدا اوكي يعني تقدر سلمعلومات تقدر تتعلمها بسهولة اذا تتابع تلفزيون قنوات اكو تعليمية حتى بتلفزيون اكو قنوات تعليمية واكو قنوات تثقيفية اجتماعية برامج حلوة هادفة مفيدة واحد عن الافلام والمسلسلات والاخبار واحد اكو اشياء مفيدة وتعليمية وزينة تقدر تتابعها وتستفاد اشقالها speaker 2 هذا اللي ضوجني اصلا انا ضوج عنده قالها بات لوك ات اوالذي برامج انا ضوج موحد السلبي احب الاجابة اللي ينصح ويفيد ويتفاعل ويفرح وهي الشخص السلبي يضوجني ش تقول لي قاك اه ما يعني مو حلو هيتش انترنت يفيدك كهواء يكوناس لا يضعوا الانترنت لان هوا الانترنت موزين انت تقدر تستخدمها بالاستخدامها هو سلاح ذو حدين يسموه شلون السلسلينة السلسلينة تقدر تساوي بها تقطع بها الطعام تقطع بها الأكل وتقدر تأذي بها شخص والجرحة وتأذي انت تعرف تستخدمها تستخدمها بالصح اذا ما تعرف لو تتعلم لها لو تتركها العاد هذا الجسل بدا يحجي لكن انظري الى جميع البرامج على التلفزيون التي ليست جيدة للأطفال و الانترنت و الانترنت بعد اسوأ من عدها انا افضل انه اطفالي يقرؤون الكتب ادري انت صح و بالتلفزيون اكو برامج سيئة صح و غير اخلاقية و كل شي اكو و القديم كانوا بس العلم و الدراسة بس على الكتب الدنيا تطورت اصلا بالمستقبل احتمال بعد تنلغي فكرة المدارس تصير كلها بس على انترنت الدراسة بالمستقبل و الظل مدرسة مو كلش تنلغي الظل مثلا للامتحانات الظل مثلا للاشياء اللي ضرورية الحضور الها الدنيا كلش تطور التزيين حياتنا كلها تصير عيشتها على التكنولوجيا والتطور و هاي التطريد يعني يبقون بس على الكتب غير يلزمون حاسبين لزموا موبايل وتعلمونهن و همون نابط طلاب ستكيف من هاي الحجاي النابط يعوف كل شو و يظل يتشلب بيهن ساوي بياناتهم اقرأ كتبك و تتعلم للموبايل و للحاسبة حتى تتطوروا يا الزمن مو زمن يمشي يمشي و حتى ما تدريب الدنيا الثياناتهم لازم تتعلم لهم و امشوا يهم الثياناتهم كتب اقرأ و علم و تعلم و ذني حاسبة موبايل لتعلم لهم و اتطور بيهم انا اقول الثياناتهم صح ما تتاخذ شي وتعوف شي لا اكل الاشياء السلبية والاشياء الخاطئة والعيب والحرام تقدر تتجنبها و ما تشوفها انت تقدر تعوف ان من يطلع لك شي غلط شي ما حلو عوف الجنبة و سنتخطى بتععد عنه و ابحث بس على الشياء الزيانة اللي تريدها انت تستفاد من عندها ما جاب ريكم و مو حاطين الشي الموزين و جاب ريكم و إلا تشوفه إلا تعرفه بتععد عنه تقدر تتوخره انت صير حاكم و مسؤول عن نفسك وتتوخر هنا شوف الشي زيان و تعلم الشي زيان و أخر الشي الموزين نبتعد عن نموزين المهم رجعت سبيكار وان سوالفت انه الموضوع الثاني كان على الانترنت و هالسوالف و رها فتحت موضاقتهم طلعت مو حين يمكنكم كل المفتاح اتهج تعلم你 انتم بيمكانكماً ان عمilight تدخل والم点 و ماذا عن التلفونات؟ و przedeمعه الموجودات وبالخصوص الهواتف النقالة شن رأيكم بالموبايل يجب عليك أن تقر وتعترف بأن الهواتف الزيار على الموبايل فونز بأنها رائعة الهواتف فتش رائع اختراع عظيم ومفيد ورائع لا تقصد لسه الموبايلات على خدمة الاتصال لا تقصد والتواصل لا تقصد أن تقدر تفتح بها ألعاب وموقع تواصل اجتماعي ومدرش شنو ولو هي كل شي بها ألعاب وموقع تواصل اجتماعي ترجمة كل شي يطلع بها دراسة علم التواصل مع الناس وتخابر والكل شي يسوي فقالت لأميزنج شن هالموبايل هاله القدوثه كل شي يسوي You can't telephone anyone Anywhere from anywhere أنت بمكانك أن تتصل وتخابر أي شخص بأي مكان هو من أي مكان أنت تريد تخابر واحد قاعد بأمريكا وأنت قاعد مثلا بالعراق عادي تقدر تخابره تريد تخابر واحد قاعد ببريطانيا أو قاعد بالهند وأنت قاعد مثلا تركيا أتا قاعد كذا مكان بالعراق تخابره عادي وتحصله ذاع الرصيد لو على إنترنت هم ماتين هم تقدر تحصله أجدت سبيكر 3 اللي يام وتشعمه قاعد لها But I've read that mobile phones are dangerous ولكن أنا قرأت الخطار ما لا يحف وراه فعلتها صف ثالث وساذا شاف فيبقى بكل حالاته بس لفظة قرأت هل تتغير أنا قرأت بأن الموبايلات الهواتف النقالة هي خطرة خطرة عريما dangerous خطرة عكس السيف especially to children خصوصا على الأطفال It's radiation إنها إشعاعية ذب إشعاعات I think أنا أعتقد بهذا الشي وهي ثم آمنة بهذا الشي إنه هي الذب radiation اللي هي إشعاعات وعود يعني مواد سيئة يعني إشعاعات راديوية وكذا وتأذي radiation قلتها أوه I don't believe it آه معودة آه معودة آني ما أصدق بهاي السوالف ما لذب إشعاعات ما دي شنو بس آد خان خابر والله كارين There's something wrong with everything that's in you دائما يطلعون فد شيء سيء وشيء خطأ بكل شيء يجينا جديد فآني بهاي السوالف ما أصدق قلت له زيان هسه خلنرجع نشوف آه هنانا اللي يريدنا داي يريدنا هو شوف شدي يقول لنا داي يقول لنا أول شغلة يقول لك آه What do you think they will say about them شنو رأيك رح يسولفون عليهن آه Now listen and check your ideas الآن استمع وتأكد من إجاب من أفكارك اللي تعتقدتهم احنا اعتقدنا الأولى داي يسولفون على الفود الصورة الأولى داي يسولفون على الفود الطعام وشي قالوا It is bad to eat too many burgers واكتشفناها من سمعنا انهم قالوا انه من السيء ان تأكل كثير من البيرغرز ويعني هاي كنصيحة أيضا ان واحد موزيا صحية طيبة لفت الهامبرغر ولا هي تعتبر مصحية بس إذا عجبتك فأكلك مثلا بالأسبوع مرة وحدة لفت هامبرغر ووحدة لفة وحدة مو ياخذك الواهس ويومية وعلى لفتين لو تلف لفات هذا الشي خطأ موزيا مو صحي وكلك فواكه وضروات أحسن وأكل البيت أكل أهلك يكون أفضل صحي أحسن من أكل مطاعم الموزوع الموزوع الثاني الصورة الثانية هي كارز السيارات هل تعتقد بأن السيارات السريعة والكبيرة هي أشياء جيدة؟ شون رأيكم بيها؟ أكيد السيارة يعني كون ما تكون من هاي الراقية وسريعة وشبيرة تفيد أحسن مصحح؟ بس هي المشكلة ما الحوادث إذا واحد يسوق زيان ما يصير عدة حادث ويلتزم بالمرور وقواعد المرور وهاي النامبر ثري داي سوفون عا التيفي عا التلفزيون ويوووش تو ماتش تيفي إحنا هاي الفترة إذا نشاهد كثير من التلفزيون مقابلين التلفزيون لو مقابلين اليوتيوب وبس نتفرج هي إذا بالفائدة هم زيانة بس منوابات هم الكثرتها هم يعني مو زيانة شوية أطلع تحرك خلي شوفوا الشمس 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 مفيدة أشعة الشمس فيتامين دي تطيق وكذا تحرك شوي بالشارع بالمتنزه هاي يعني مو بس قاعدين صارت حياتنا بس مقابلين اليوتيوب والتلفزيون والسوالف وقاعدين الهواتف اللي نقالة ينج الناس الصغار يعني الأطفال مثلا أو شباب لا 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 هم لا 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 يحتاجون الهواتف النقالة ولو أنا يقول ليش كلها تحتاج بس احتمال مثلا قبل الابتدائي مثلا ما يحتاجه لأنه يروح ينساه يروح يضيعه بس يعني لازم يعرف الرقم ما الأهله مثلا يصير شي طار حتى يطي مثلا للمدير يطي كذا ويقول أستاذ خابر لأهلي مثلا صار عندنا شي طار صار فتش يستخدم موبايل ويعرف أرقام أهله المهمات يعني رقم أمة رقم أبو لازم شاير هن ويا رقم عمة مثلا رقم جدة يعني ناس مهمة عدة فهذا يصير شي لا سمح الله حتى يقدر يتصل بهم تعالوا يعني كذا كذا صار هي كذا كذا يعرف مثلا يكتب هن وحط هن ويا بالمحفظة مع الأقلام يصير شي شاتي حتى يقدر يتواصل ويا أهله ويجون هما يعني يساعدوا يقول لك لستمع مرة أخرى وما رح أشغلها مرة أخرى ولا رح أشغلها مرة أخرى يعني تعبت بعض ورانا بعض بالكراسة ما فتحنا ليست ودو ذا سبيكارز ما هم ماذا المتحدثين ذول يسولفوا صارهم مساعة ثلاثة ساي اكتب ملاحظاتك ثم قارن ملاحظاتك مع بقية الصف ويا زملائك وأصدقائك اشغلوا عن ذني الأشياء أول شغلة أول شي يقول لك انقل هذه العناوين جيب لك ورقة واكتب بيها نمبر وان الفود اللي هو الطعام نمبر تو كارز بلاينز يعني هي ترانسبورت وسائل النقل السيارات والطيارات نمبر ثري انفورميشن عن تيفي واند انترنت المعلومات عبر موقع التواصل الاجتماعي أو عبر اللي هي وسائل المرئية خنقوله المسموعة وكذا اللي هي انفورميشن على التيفي التلفزيون والانترنت الانترنت نعرفه ونمبر فور موبايل فونز الهواتف النقالة الموبايلات ذني شنو الـ Good Points الأشياء الإيجابيات لبيهن لانذكرت وشنية الـ Bad Points الأشياء السلبية لانذكرت كلهن جمعهن هنا ورما تكمل تكتب هاي آراءهم هما سرح طلع لك آراءهم وراها قالنها ويا أصدقاء وشوف ياه اللي منعيكم استماع زيان كان الاستماع ماتا جيد وكتب الملاحظات صحيحة هسه أول شيء الـ Possible Answers الأجوبة المحتملة اللي حسب ما سماعت من عدهم الـ Good Points بالنسبة للفود الأشياء الإيجابية للفود قالوا إنه فود from all over the world الطعام من جميع الحال العالم متوفر بتقدر تحصل على أي شيء وأي أكلة وأي نكهة وأي طعم وأي شيء من أي مكان بالعالم بتقدر أكو مطاعم حتى مو بس يعني لسه مناطقنا وبالعراق كلها قامت تسوي توصيل مجاني وتوصيل وهذه وحتى بنحاء العالم مثلا أكو أكلات مثلا ما موجودة أصلا هو هم تقدر توصل المطاعم الهنان يسوق وفي حال عجبك من فلان مطعم هم تقدر تتواصل ويقول لهم ويدي زوكيها يعني بعد مو شيء صعب تقدر تدفع لهم الفلوس على الانترنيت بعد صارت بطاقات بعض الطعام بعض الأطعمة اللي هي ليست آمنة not safe اللي هي dangerous خطرة ليست آمنة يعني مثل قلنا الذبح حلال لو مو حلال مثل قلنا خاف يحطون أشياء مثلا expire وهما ما يكتبون عليها التاريخ الصحيح ما المدة ما يكتبون عليها مثلا التاريخ انتاجها الصحيح وتاريخ انتهاء الصحيح يكتبون أشياء تشذب ويمشوها بس حتى يبيعون اكوهي تشياء الترجار ما يخاف من الله فيكتب بتشذب وتجه expire وتموت الناس أو يحطون مثلا بالصنع عمالتها مثلا نستلة أو شبس ويحطون ويا من يسو مثلا مواد منتهاء expire مواد بها أمراض مواد بها مشاكل فالأفضل واحد مو يشتري من أي يعني ليش حتى ثقتهم بها لأنه يسوها موزينا وسيئة بالصحة وتأذي للترانسبورت وسائل النقل شني الاسياء الإيجابية من ذكرت بها اللي هي تراغل كل باي كار و بلين تقدر تسافر وتتنقل يعني بجميع أنحاء العالم وكل مكان باستخدام السيارة والطيارة تريد تروح بداخل البلد مثلا بالسيارة تريد تروح الدول خارج البلد فبالطيارة وبكل سهولة تسافر وتروح وتجي هاي فالشي جيد قبل وين كانوا لو يمشون لو يصعدونهم إحصان لو يصعدونهم جمل هذا نعم وسائل نقل ما لأحل قبل الباد بوينت الأشياء السلبية البل هذي بالوسائل النقل هي الحوادث داي صير عن حوادث هواية وده تموت به هواية ناس وتتعوق بها ناس وهي شي هذا الشي سلبي لو بس شوي بطلون السرعة هما السواق وينتبهون يلتزون بال يعني التعليمات ما المرور والسير ذني لو يلتزون بيهن كان ما يصير هالأشياء وكارز ميك آز ليزي والسيارات هاي بعض السلبية أخرى من السيارات تجعلنا كسولين متعاجزين نريد بس احنا وبالبيد قاعدين ونخلص كل شي واذا نطلع نطلع بس 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 سيارة ونتعجز نتحرك هذا شي يعتبر سلبي انه العالم قامت ما تدور بس راحة ما تدور حركة ورياضة وكذا المعلومات المعلومات اللي هي على التلفزيون وعلى الانترنت الإيجابيات ما لتنشبيه إيجابيات هاي المعلومات الـ Good Points المعلومات الإيجابيات ما لتها Children learn a lot الأطفال يتعلمون الكثير الأطفال قاموا يعرفون أكثر سمن الكبار أصلا وصلوا هيت شي هالمرحلة لأنه كل شي متوفر لهم معنوات كل شي وهما أكثر شي يتابعون الأهل أكثر شي بشغل ملتهين مشاكل الحياة وكذا تشوف الأطفال أكثر شي مقابلي هنهذا المواقع التواصل الاجتماعي وهاي ويتعلمون هواية ويتعلمون بسرعة فهاي دا تفيدهم يعني شي زين إنو هما دا يتعلمون ودا يستفادون تفيدهم بس الباد بوينت السلبيات ما تها إنو مني تيفي برغمز نوت قود فور تشيلدرين أكثر الكثير من برامج التلفزيون هي ليست مناسبة الأطفال هما ينشروا ويقولك ها مثلا هذا يتناسبوا يأعمار كذا هذا يتناسبوا يأعمار كذا فوق الفوق الثمنطعش فوق المدري شنو فوق العشرين سنة يلا يتزابع زيان انت ناشرك عام للكل فشو نلعد راح هذا شمدريك ما فات طفل وشافه ما يفكر هيتش هو بس يحط التحذير ماته وينشر ويعوف هيا وتجي من هو بالعكس منه تقولهم هذا فوق حمر راح تشوفهم كلهم الاصغر ان هاي عمر راح يقابلوا ويقعدون يكيفون ها اردى تفرج اردى شوف هاي شنو مدام ممنوع فما رغب يصير كتلى الفضل يرد بس يشوف شنو سال وهاي اشياء يعني خطأ هي تكون من هما يحددون لها عمر مثلا فيلم رعب مثلا خطأ هاي افلام الرعب وهاي الاشياء المحلوة او اخبار او كذا ما تناسب عينين الاطفال تناسب بس الكبار فهاي الاشياء تكون غير صحيحة ويدا يتابعوها المفروض يعني لو تكون رقابة من الاهل لو هو هذا يحاول الطفل بس هو يفهمه المفروض هو يفتهم انه هاي الاشياء يترك لان هي متناسبة ولو هنه هواية الهواتف الناق قاله الهواتف الإيجابيات ماتها تقدر تتصل بأي شخص من أي مكان أي شخص من أي مكان أي واحد من أي مكان تقدر تخابره اسا شيل تليفونك وأي واحد يعجبك تخابره تقدر تخابره بس طبعا عندك رصيد أو على المواقع التوصل الاجتماعي هم تقدر تتصل الباد بوينتز السلبيات ماتها إنه هي خطرة على الأطفال لقلنا أما بالإشعاعات أو تأذي نظرهم أو بيستخدموها استخدام سيء مايعرفون مصلحتهم وكذا يعني سوء استخدام مثلا فأيهاي كمخاطر بعد أكو مخاطر أخر يعني حسنا موكد هنقعد نسول بيها بالنسبة للكتاب آخر شي يقول لك ماذا تعتقد عن هذه الأشياء شنو رأيك بهاي الأشياء أنت تطينا رأيك بالله ذني أشياء زينة إيجابية لو سلبية شنو رأيك بيهن كل هن ذني الأشياء العددناهن الطعام والوسائل النقل والمعلومات من الأنترنيات والتلفزيون والهواتف يعني المبايرات شنو رأيك بيها إيجابيات بيها السلبيات وبرأيك إيجابياتها أكثر سلبياتها أكثر أنت which of the speakers do you agree with ياهو من ذول المتحدثين أنت تتفق ويا agree التتفق ويا شتقول علي قول I agree with that point مثلا أنا اتتفق مع هذه النقطة إيلي هي good point مثلا bad point ياهي النقطة التتفق على المبايرات تتفق I agree with good points اللي هي phone anyone from anywhere أنا اتتفق مثلا وهي النقطة I don't agree with that أنا ما اتتفق ويا هاي النقطة وكذا كذا ياهي المتحدث I agree with him أنا اتتفق معه ياهو اللي تحدث speaker one اللي هو ابنية كانت I agree with her speaker two I agree with him الولد تتفق إذا ما تتفق إيا مثلا البنية فالشي يقول I don't agree with her وذا ويا الولد I don't agree with him أوكي كتاب خلصنا نيجي للكراسة عندنا هذا الرجال اللي هو اسمه جون جوني جوني يس بابا لا مو هاي ما جوني جوني هذا جون يقول لك listen to a story and number the pictures in the correct order استمع للقصة وضع أرقام لهذه الصور بالترتيب الصحيح هاي الصور نوبا صورة يلبس ملابس نوبا شاف أبو الشركة مع السفر ونوبا قاعد النوم نوبا كذا نوبا كذا نوبا كذا هاي اذا نريد نستمعها هو يريد اول مرة هاي صفحة 103 يريد اول مرة نستمع ونرتب الصور بعد يريد نرجع نستمع أو حتى بدون نستمع المهم ذن هي نفس القصة هاي ونقص بها أفعالها والأفعال هاتن نحطن لفوق زين فإذا نظل عليهم هاي ما نعيدها 100,000 مرة رح نطاول فالترتيب ما للصور رح أطيكم إياه قبل هذا الترتيب ما الصور الصورة الفوق كلش هي number 3 تنحسب والصورة البععد اللي بصفها هي number 7 مهي صورتين صارت الجواه تلف صور 1 10 5 الوراها 2 9 4 والأخيرات كلش رح يعتبر 8 6 أوكي تريدون تشوفوها مرتلو أسه هاي هاي مثلا الفوق كلش رح يعتبر هاي 3 وهاي شقيت 7 هاي شقيت رح تعتبر 1 10 5 اكتب عليها نكتب بالمربع هذا هاي رح تصير 2 9 و 4 اختصارا للوقت وهاي شقيت رح 8 6 يعني هم رح اقراركم ما رح فهم كنا بس حتى نخلص مو حتى لو اش ننظل نسوي هاي ننظل ننظل منا و نعيد مئة الف مره تعب ثاني ف رح نروح قبل هذا نحله الشون نحله هذا نقدر نستمع للقصة و نحله و نقدر هي منذني لفعال قبل و نحط هن واللي يريد يطلع الحل بطريقة سهلة وسريعة شي يسوي قبل هو بس يطلع هاي الكتاب هاي هاي التسجيل هذا باع اذا تطلع هذا number 50 هو نفس القصة و رح نقراها و نقرأها هو نفس رح تقدر تاخذ من عدها ال افعال هو هم حاطة قائل الفعل اللي هي شي او الكلمة الكاتبة بالمائل يعني هاي الفراغات المائل هاي الفراغات هو قائل هاي شكو واحدة تلقاها بالمائل هاي الفراغات هي المكتوبات بالمائل ها حتى اختصار الوقت انا رح اشغل ما ما اعرفكم الا اكملها اضبطها يلا بس هذا قلنا هذا عبارنا رتبناه و خلاصنا منه هو يعتمد على الاستماع وهذا راح اشغل الكمية او راح اشغل الحلمة الافعال قبل على من ان نخلص وبعدي اشغل براحتي انا هذا هو يقول اعتمد على التسجيل ويقول لتشوف الفعل مكتوب مائل فهذا يعتبر فراغ الاول فراغ الثاني وكذا فخلنا نشغل نستمع التسجيل احسن رح اشغل لكم ايا استمع لازين ورح اشرح وفصل 50 listen to a story and number the pictures in the correct order when john opened his eyes this morning the sun was shining brightly he felt great he jumped out of bed and got dressed quickly then he had breakfast after that he said goodbye to his wife and walked slowly to the bus stop on the way he smiled at everybody he met good morning lovely day he said suddenly in a shop window he saw this advertisement special special offer cheap trips to india india i've always wanted to go there john thought and he began to dream about elephants and tigers he forgot all about his bus when he turned round the bus was moving away from the stop he ran after it shouting but the driver did not stop oh dear now i'll be late for work john thought sadly some days begin better than they finish inna inna huwa awal ma sabbach sabbuch chan aaa gaaad ufftah ayyona ouhye chi weraha jsawa aaa shaf dnia shon hlwo o mushrqa o shemes hlwo wkdha gaaam rach weraha jsawa bada lma aafsah dae yeri di rooch le shogol bada yain sabbeth aaa 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 sabbeth la marta la akel hnana gaaad yyaakel dae ytrayek biazaiya wkbzaiya wwishrob chai wkdha weraha ttl'a lshogol wkdha lzawjta qdbaai waa baa baa dha aaa aaa gaaam do aaa wkdha 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 هذا كيف هو ظل يباوع عليهم ويتخيل اروح للهند اتمنى اروح وصف الفيلة والنمور وهيش ويتونس قاعد يظل يتخيل ويحلم فجأة كان ابو الباص راح وعبارة يصيح يم الباص كان واقف هو يم موقف المحافلة يصيح للابو الباص ما يوقف لبعد مشى صار ساعة واقف في السد تذكرت ممن مشيت وراها ضاج قال راح اروح لعد مشى وراح اتاخر عن الشغل اليوم هاي سوالفنا بيها هاي اخير شي هاي العاشرة هسا هنانا ذني شي قولي قولك read and complete the story اقرأ واكمل القصة with verbs from the box below باستخدام الافعال اللي تيهية بالصندوق ادناها use the correct forms استخدم الصيغة الصحيحة هاذي ال الفراغات وهذان الكلمات فا احنا شراح نساوي على مد نختصر راح نقوم نقرأ ونحل بسرعة ناخذ منه انا بس اكوف راح نحط لها ايدي او كوهيتي لان هي الفكرة انه هي بالماضي دعما القصة لازم تكون بالماضي اوكي فراح راح قبل اروحاني على المحلولة حتى تصير اسهل علينا ونسرع تصير عندما جون فتح عينيه هذا الصباح تصير الشمس كانت تشرق بزهوب اشراق يعني رائع مشرقة بشكل جميل وزاهية ورائعة وحلوة he felt هو شعره great بشعور عظيم الماضي ما الفيل هذا الفعل اللي هو فيل هذا الفعل صار felt بالماضي لان هو شاذ he jumped out of bed and got dressed quickly هو قفزه خارج فراشه وارتدى ملابسه بسرعه لبس بسرعه jumped اللي هو هياته كانت jump فعل مجرد حطينا على ايدي بس لانه عادي هو سهل وال gate صارت got هذا الفعل اللي اخ حلينا gate صارت got لان بالماضي okay then he had breakfast ثم هو تناول الريوق ماته فهنا حنخلي هاد اللي هي كانت اصلها have رح اشوفكم اياه هسه هي كانت هيشي هاي الهاف هاي الهاف سوانها هاد سين after that بعد ذلك he said goodbye هو قال بعد ذلك بعد هذا الشي هو راح وقال للزوجته said فهاي فراغ said قالها goodbye to his wife الزوجته and walked slowly to the bus stop وتمشى ببطء الى موقف الحافلة فاستخل اشوفكم say اللي هي صارت said واشوفكم walk اللي هي هاي يعني شاذ والwalk اللي هي صارت walked بس ضفناه لأيدي الافعال ذاني بالماضي البسيط بالpast simple يقولك on the هاي bus stop طب هي موقف الحافلة موقف الشاحنات خلصهم يفث القاراج بس مو قاراج هي بس توقف به عالشارع وتمشي اللي هي قبل شان يسعون منطقة مالأمانة اللي توقف بها بس احنا اللغت صار ماكو موقف خاص بس اشير يوقفو لك on the way بالطريق he smiled at everybody he met بالطريق ماته وكان يبتسم اي شخص يشوفه ويلتقي به خوش ف smile هي منتهية بE فبتحطينا الهدي والميت هذا الشاذ سوناه مت شنا E واحدة من عنده ستقول لي قبل شوية مو قلنا ميت لحم وستقول ميت يلتقي مو هاي ميت ثم والدبل E معناها يلتقي نفس اللفظ هي حالها وحال الميت اللحم اللي هي E وأي اوكي نفس اللفظ زيان البعد هاذا رح يصير اطول الفيديو غير زعاجة هاي السالفة وهو مني يلتقي بيهم شي قوم يقولهم good morning lovely day صباح الخير يوم جميل هي سيد هو يقول كل ما يشوف واحد هاتش يقول له والسيد نفس الشي نعاد علينا هذا السيد هو هم صار سيد سولفنا به suddenly فجأة in a shop window في محل يعني شباك المحل واجهة مع المحل الباترينة ماتتا الفاترينة شي سما المعرض مع المحل الواجهة مع المحل الشباك ماتتا اللي يعرضون بأشياءهم he saw this advertisement هو رأى هذا الإعلان السول ماضي ما see وهياته هاذا رح ينحى الفراغ اللي هو see وانها اشرولي ويعي اي هاي سي ماتتش انتشوفها نزين اشقرة قال special offer cheap trips to india عروض خاصة عرض خاص special offer عرض خاص cheap trips رحلات رخيصة الى الهند to india هذا شاف رحلات رخيصة وعرض خاص مجنون للهند india i've always wanted to go there الهند انا دائما كنتوا اودوا ان اذهب الى هناك john thought john تيفكر الافعال اللي حطيناها هنانا حطينا ال wanted خلا شوفكم اياه هو كان want فبس حطيناها الا ايدي حلو وسهل think and he began to dream about elephants and tigers ورا ما هو فكر بها الاذهاب الى هند هو شنو هو بداء يحلم بالفعلة والنمر begun الماضي ما ال begin يبدأ بداء هذا الايس هنا الايس هنا اي بس زين يقولك he forgot all about his boss هو نسى كل شيء عن الباس ماته وانه لازم يروح للعمل forgot هذا الشاذ اللي هو forget التهم رح تراجع الافعال الشاذات والافعال الحلوة السهلة القياسية اللي نحط لها بس ايدي بالماضي يقولك when he turned round عندما هو استدار بس دار وجه بس دار وجه the boss was moving away from the stop الباس قام يتحرك ومش بعيد عن الموقف ماته هالمرة هاي حليناها بال ing لان تذكرون بيبتلكم احنا قاعدتنا نسوي هانو الطلاب ing when ed فهاي when وياها بال ed والبعيدة عنها بال ing اللي بصفها بالماضي البسيط والبعيدة عنها بالماضي المستمر على هالطريقة was moving هو كان اصله move بها e فحثوا لي وضعوا ing وحتى وقبلها was لانه الباس مفرد نعوض عنه بال it ونخلي له was كمفرد he run after it shouting هو ركض بعده يركض ورا يلحقه ركض بعده يلحقه يركض ورا run after شاوتنغ ودي صيح ال run هذا ماضي شاذ وهياته بس حتى شوفوه هو اصله هي تشيران بل يو ورا ما اركض ورا ف but the driver didn't stop but the driver did not stop ولكن السائق لم يتوقف it did not stop لم يتوقف هي كانت stop من تريد تنفيها رح تخلي did الي هي الماضي ما ادو ماضي هالشاذ كادات يعني نفي بالماضي البسيط فصارت did not stop oh dear مع الاسف يا عزيزي now i'll be late for work الان انا سوف اكون اختصار ما الايول سوف اكون متأخرا عن العمل ماتي john thought john اعتقد وفكروا هذا الشيء الماضي ما think سوالفنا بيه قبل شوية فراح نعبره هاي طبعا ال did فراغ وال stop كانت هم فراغ وفكروا هذا الشيء بحزن some days بعض الايام شبيهة بعض الايام begin better than they finish بعض الايام تبدأ افضل مما هي تنتهي عليه هاي كيعني اه اه شون نصيحة هو حجاها وفكر بيها ان يقول بعض الايام هو شون مقعد ومكيف وفرحان وشون حلو شون مشرق ومشمس وحلو ومنور وفات شيء فرح بي اول ما بدا اليوم بي بس منا يجي هنانا دا يدير اكبر السيارة خربت علي وضاج وحزن ذني كلهن سؤال فنبيهن اخر شيء عم ننهي ان شاء الله تم ريسي يقولك complete these sentences with suitable endings اكمل هذه الجمل بالنهايات المناسبة النهايات المناسبة with write them in your copybook اكتبهم في دفترك هاي البداية والنهاية مالتها ات من عندك المفروض اختصارا راح انطلع الاجوة ونعدهم وناخذ اجوة الدليل شي يقول هو number one يقولك if the boss doesn't come soon اذا الباص لم يأتي يعني قريبا اذا الباص ما ايجه بهالوقت قريبا فاش راح يسوي I'll walk home انا سوف اتمشي للبيت هنا دا يدراج عندنا ال F الشرطية الجملة مع ال F بالمضارع البسيط والجملة الورفارزة الجملة البعيدة جواب ال F اللي هي راح تكون بالمستقبل البسيط يعني هازمة تخلي ووله مجرد هي جملة F مضارع بسيط وهي جملة المستقبل البسيط جواب ال F فهي ووله مجرد هاي هنا انا حاطها بالول ودي يطيك ال F يريدك جملة F ليه بالمضارع تحط هاي مطيق جملة الول مطيق كلف يردك بنوذارع تحط فسالأولاش قلنا إذا الباس ما يجى من وقت أنا سوف أتمشي البيت إذا الدنيا أو الجو لم يكن يعني بيهواء وعاصف هذه حطلة للأسبوع نحن سوف نعمل في الحديقة ونرتبها إذا ما صار بيهواء وعاصف وقعم تطير عين الأوراق نحن نروح نشتغل بحديقة ونرتبها نحن سوف أكون جدا غضبان إذا غاضب إذا شصار إذا أنت رجعت للبيت متأخر أحزع من عندك وضوط من عندك نحن سوف أخبرك غدا إذا أنا ذكرت أصلا فرح أقول لك باتشر وسؤلف لك على اللي صار ثم الأجوبة قلنا نمبر 1 هو قال إذا بس لا يأتي بس سأذهب لك سأذهب لك نمبر 2 قال إذا لا يأتي بس ويندي في الحديد سوف نعمل في الحديد نمبر 3 قال مع السلامة سأذهب لك سأذهب لك